الله يعطيكم العافية اليوم محاضرة رقم 11 الجزء الأول فيها اللي لح نحكي فيها عن الأعصاب الأدرينيرجية المحاضرة بعنوان منبهات الأدرينيرجية بس هلأ نحن لح نحكي عن الأعصاب الأدرينيرجية الأدوية الأدرينيرجية بشكل عام تؤثر على المستقبلات التي يتم تنبيها بالنور إبنفرين أو الإبنفرين بعض المنبهات الأدرينيرجية تؤثر مباشرة على المستقبلات الأدرينيرجية مثل ما لح نشوف لذلك منسميها مقلدات الودي وبعضها يؤثر بشكل غير مباشر بس قبل ما نفوط بالأدوية لازم نتعرف على الأعصاب الأدرينيرجية الأعصاب الأدرينيرجية تحرر نور إبنفرين كناقل عصبي أولي أو مبدئي أو أساسي طبعا شو هي الأعصاب اللي بتفرز النور إبنفرين كناقل عصبي؟ هي الأعصاب الودية الأعصاب الودية عندما تنبه الأعضاء المستهدفة تنبهها بواسطة الناقل عصبي النور إبنفرين أو التسمية الأديمة تبع النور أدرينالين لذلك سمينا الأعصاب الودية كونه تفرز نور أدرينالين أو نور إبنفرين التسمية الحديثة بالأعصاب الأدرينيرجية يتحرر ناقل عصبي وينبه مستقبلات موجودة على الأعضاء المستهدفة أو بين قوسين ما بعد المشبك أو بعض المستقبلات موجودة ما قبل المشبك دعوني أرى كيف تفرز الأعصاب الودية أو الأدرينيرجية الناقل العصبي النور إبنفرين أو اللي منسمي النورو ترانسميشن أدرينيرجيك نورونز النقل العصبي عند الأعصاب الأدرينيرجية يشابه تماماً اللي شفناه مع الأعصاب الكولينرجية التي تفرز الأستيتيكولين مع فرق أساسي وهو أنه عواض الأسيتير كولين هون عندي النور إبنفرين طبعا الخطوات الأساسية لإطلاق الناقل العصبي مثل ما شفناها مع أي ناقل عصبي ومع أي نوع من أنواع العصاب هنا خمس خطوات التصنيع التخزين التحرير ثم الارتباط بالمستقبل ثم إذاحة الناقل العصبي من الفالق المشبكي هذه لوحة شاملة تعكس كيف يتم تصنيع النور إبنفرين وإطلاقه من قبل أعصاب الأدرينجية برجع بكرر الخطوات تصنيع الناقل العصبي النور إبنفرين ثم تخزين الناقل العصبي اللي هو مبدئيا بيكون الدبامين يتخزن في الحويصلات ثم الدبامين ينقلب إلى نور إبنفرين ثم تحرير الناقل العصبي ثم ارتباطه مع المستقبلات ثم إذاحته من الفالق المشبكي ثم استقلابه نحن نستعرضهم خطوة خطوة هالمراحل هاي أولا تصنيع النور إبنفرين الخطوة الأساسية هي دخول الحمض الأميني التايروزين بعملية نقل فعال إلى سيتوبلازما النهاية العصبية عندما يدخل إلى سيتوبلازما النهاية العصبية يتحول بعملية هيدروكسيليشن إلى مركب اسمه الدبامين بخميرة اسمه تايروزين هيدروكسيلاز خلينا نشوفه هاي التايروزين مثل ما لكم شايفين يدخل إلى النهاية العصبية إلى سيتوبلازما يتحول إلى مركب دبامين وهي الخطوة الأساسية في التصنيع ثم الدبا يتحول إلى مركب الدبامين بواسطة خميرة اسمه دبا دهكاربوكسيلاز طبعا لسه ما تشكل عندي النور إبنفرين الخطوة الثانية التخزين الذي يدخل إلى الحويصلات هو مركب الدبامين ينتقل إلى الحويصلات المشبكية الموجودة في النهاية العصبية وقرب المشبك بعملية نقل فعال لحظ الدبامين يدخل إلى الحويصلات هو بقلب الحويصلات الدبامين يتحول إلى مركب النور إبنفرين بواسطة خميرة اسمه دبامين هيدروكسيلاز إذن الدبامين بس يدخل إلى الحويصلات المخزنة هو بقلب الحويصلات يتحول إلى النور إبنفرين بتفاعل كيميائي بسيط بواسطة أنزيم دبامين هيدروكسيلاز طبعا هالعملية دخول الدوبامين إلى الحويصلات يتم تصبيطها بمركب دوائي اسمه الريزربين ذلك الناقل العصبي النهائي في الأعصاب الودية هو النور إبنفرين إلا بعض الأعصاب الودية تكتفي بالدوبامين وتحوله وتطلق الدوبامين كناقل عصبي المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة هي تحرير النور إبنفرين مثل ما شفنا مع الأعصاب الكولينرجية هاي النهاية العصبية وهاي السيالة العصبية أو الفعل الكوموني الأكشن بوتنشل عندما يصل إلى النهاية تفتح قنوات الكاليسيوم مما يؤدي إلى دخول شوارد الكاليسيوم إلى النهاية العصبية شوارد الكاليسيوم تؤثر على الحويصلات وتخليها تندمج مع غشاء النهاية العصبية وتحرر ناقل عصبي النور إبنفرين طبعا هالعملية هاي يتم تصبيطها بمركب دوائي اسمه لغوانيتدين الذي يمنع اطلاق الناقل العصبي من النهاية العصبية الخطوة الرابعة كما هو متوقع الناقل العصبي النور إبنفرين سيرتبط بهم المستقبلات نوعية موجودة على الأعضاء المستهدفة ما بعد المشبك يعني هاي الناقل العصبي النور إبنفرين تحرر في المشبك ووجد مستقبلات نوعية ما بعد المشبك يعني على سطح العضو أو النسيج أو الخلية وارتباطه بالمستقبل سيؤدي إلى ظهور الاستجابة الفيزيولوجية لهذا العضو أو النسيج الخطوة الخامسة وهي إذاحة النور إبنفرين ما هو مصير النور إبنفرين يلي تحرر بالمشبك هاي النور إبنفرين تحرر ونبه المستقبلات شو مصيره قسم منه لحيتسرب إلى الدوران العام وقسم منه سيتم استقلابه بواسطة خمائر اسم الكومت وقسم منه سيعاد التقاطه بعملية اسمارية أبتيك مثل ما هو يعاد التقاطه مثل ما ركن شايفين إلى النهاية العصبية هاي الخطوة الخامسة لإذاحة النور إبنفرين الخطوة طبعاً قبل ما أنتقل الخطوة لبعدها عملية عودة التقاط النور إبنفرين عملية مهمة جداً ومسؤولة عن إنهاء الفعل الودي على العضو المستهدف هالعملية أيضاً هدف لبعض الأدوية التي تصبت عملية عودة الالتقاط مما يؤدي إلى تراكم النور إبنفرين في المشبك مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة مثل الامبرامين أو مركب الكوكاين الذي يصبطها العملية مما يؤدي إلى تعزيز وجود الناقل عصبي النور إبنفرين في المشابك والحصول على تأثيرات أخرى له على تأثيرات تتعلق بارتباطه بالمستقبلات الخطوة السادسة وتشمل النور إبنفرين الذي أعيد التقاطه إلى النهاية العصبية شو هو مصير النور إبنفرين اللي دخل إلى السيتوبلازم يعني السيتوبلازمة النهاية العصبية بالحقيقة سيواجه مصيرين هاي النور إبنفرين اللي أعيد التقاطه قسم منه سيتم أكسدته بخمائر اسمه مونو أمينو أكسيداز أو الماو هاي خمائر أكسدة موجودة في ميتوكوندرية النهاية العصبية تقوم بأكسدة وتخريب النور إبنفرين والقسم الآخر من النور إبنفرين سيدخل مثل ما هو إلى الحويصلات ليعاد إطلاقه من جديد طبعاً كمان هلأ عملية هدف لبعض الأدوية في عندي بعض الأدوية تصبت خمائر الماو منسميها مونو أمينو أكسيداز إنهيبيترز تصبته مما يؤدي إلى زيادة مخزون نور إبنفرين في النهاية العصبية وزيادة إطلاقه إذن هاي هي الخطوات الأساسية لتحرير الناقل العصبي نجي هلأ للشيل كمان الأهم وهو المستقبلات الموجودة على الأعضاء المستهدفة والتي تتأثر بالنور إبنفرين كناقل عصبي شو هي هاي المستقبلات؟ شو بنا نسميها؟ مستقبلاتها تتأثر بالنور إبنفرين أو الإبنفرين الإبنفرين طبعاً شو هو؟ الإبنفرين هو خطوة إضافية تقوم بتصنيعه لب الكذر في لب الكذر شفتوا خطوات تصنيع النور إبنفرين من التايروزين نفس الخطوات تجري في لب الكذر مع خطوة إضافية وهي تحويل النور إبنفرين إلى إبنفرين بعملية ميتليشن أي إدخال جذر ميتيل على النور إبنفرين بصير اسمه إبنفرين هاي الخطوة الإضافية تجري فقط في لب الكذر لذلك معظم إفراد لب الكذر هو الإبنفرين المهم المستقبلات الموجودة على الأعضاء المستهدفة بالتعصيب الودي تتنبه إما بالنور إبنفرين إما بالنور إبنفرين اللي إجا من النهاية العصبية الودي أو بالإبنفرين اللي تحرر من لب الكذر إلى الدوران ومنه إلى المستقبلات الموجودة على الأعضاء المستهدفة بالتعصيب الودي هاي المستقبلات شمنا نسميها؟ المستقبلات الأدرينيرجية وهي على عائلتين رئيسيتين ألفا وبتا طبعا كيف أميزوا إنه في عندي ألفا وفي عندي بتا؟ اتنيناتهم بتنبهوا بالإبنفرين والنور إبنفرين طبعا ميزوهم بالتجارب وبإلفتهم تجاه ثلاث منبهات أدرينيرجية رئيسية إبنفرين نور إبنفرين والإيزوبروتيرينول خليني شوف شوي وضح الحكي مستقبلات ألفا تقسم إلى ألفا وألفته إجمالة مستقبلات ألفا لها ألفة أكبر مثل ما رأيكم شايفين للإبنفرين وبعده بدرجة أو يساوي النور إبنفرين ولكن الآخر مركب في تنبيههم في قوة تنبيههم هو الإيزوبروتيرينول اللي منبه ضعيف جدا لمستقبلات ألفة يعني إلفته ضعيفة جدا لمستقبلات ألفة كمان بعدين ميزوا أنه في ألفا 1 وألفة 2 أيضا على قاعدة الإلفة لمنبهات متعددة مثلا الألفة 1 له ألفة كبيرة للفيني الأفرين أكتر من الألفة 2 بينما الألفة 2 له ألفة أكبر لمركب اسمه كلونيدين بينما الألفة 1 ما له ألفة للكلونيدين من هون عرفوا أنه في ألفة 1 وألفة 2 الألفة 1 وين بتواجد؟ بتواجد على الأعضاء المستهدفة يعني ما بعد المشابك بوستن نابتيك على سطح الأعضاء المستهدفة يعني ما بعد المشبك وخاصة العضلات الملساء وتنبيه دائما الألفة 1 يؤدي إلى تفعيل وسيط خليوي ثانوي مثلا اسمه فوسفولي باز تي لأن الألفة 1 كنمط من أنماط المستقبلات هو من المرتبط بالبروتين جي مرتبط بالبروتين جي يعني في وسيط خليوي ثانوي هو الفوسفولي باز سي يؤدي إلى توليد مركب إينوزيتول تري فوسفات آي بي سري ودياسيلي جلسيرول الآي بي سري يؤدي إلى تحرير الكاريسيوم من مختزنات الداخلية في العضلات الملساء ويؤدي إلى تقلص العضلات الملساء يعني بالمختصر تنبيه ألفة 1 على العضلات الملساء يؤدي إلى تقلصها وخاصة العضلات الملساء الوعائية الألفة 2 الألفة 2 موجودة موجودة كما هو متوقع ما بعد المشبك على سطح الخلايا المفرزة للأنسولين في جزر لانجرهانز في البنكرياس اللي منسميها خلايا بيتة وعلى بعض أنماط العضلات الملساء ويؤدي تنبيه على خلايا بيتة إلى إنقاص إفراز الأنسولين أما وجوده المهم الثاني فهو ما قبل المشبك تابعوا معي هاي الألفة 2 موجودة قبل المشبك وموجودة أيضا بعد المشبك طيب قبل المشبك شو عملها قبل المشبك يعني وين يعني عن نهاية العصبية نفسها شو دورها عندما يتحرر نور إبنفرين ويزداد إفرازه نتيجة تنبيه ودي زائد قسم من النور إبنفرين مثل ما ركن شايفين يعود فينبه الألفة 2 تنبيه الألفة 2 يؤدي إلى زيادة CIMP في النهاية العصبية عفوا نقص CIMP في النهاية العصبية وإلى تصبيت تحرر الناقل العصبي نفسه نور إبنفرين يعني الألفة 2 دوره مستقبل تنظيمي اللي منع فرط إفراز النور إبنفرين برجع بعيد عندما يزداد إفراز النور إبنفرين من النهاية العصبية قسم أن النور إبنفرين سيعود فينبه الألفة 2 الموجودة على النهاية العصبية نفسها يعني قبل المشبك هون بتعرف النهاية العصبية أنه زاد إفرازة من النور إبنفرين فشو بتعمل؟ بتوقف إفرازة من النور إبنفرين فهذا المستقبل ضروري وجوده لمنع فرط إفراز النور إبنفرين أما البتا ريسبتر فهي مختلفة عن الألفة ريسبتر على قاعدة الفتا للمنبهات الأدرينيرجية النموذجية فهي أشد ألفة للإيزوبروترينول بعده الإبنفرين وبعده النور إبنفرين يعني الفتا عالية للإيزوبروترينول بعدين الإبنفرين بعدين النور إبنفرين والبتا ريسبتر تم تقسيمها وتمييزها إلى ثلاث أماط فرعية بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 بيتا 1 لها ألفة متساوية للإبنفرين والنور إبنفرين بينما بيتا 2 لها الفة كبيرة للإبنفرين وعمليا بالجرعات الطبيعية ما لألفة أو ألفة منخفضة للنور إبنفرين مرناتك أنا كم مستقبل صار عندي أدري نيرجي بهمني أربع أنماط ألفة ون ألفة 2 بيتا ون بيتا 2 فأنا إجباري على أي عضو مستهدف بالتعصيب الودي بدي أتوقع وجود المستقبل الأدري نيرجي ولكن هل بتوقع وجودهم كلهم؟ لا بلاقي نمط واحد من هالأنماط الأربعة أو الخمسة هو المسيطر يعني مثلا على القلب القلب مستهدف بالتعصيب الودي ولكن النمط المسيطر عليه من هالمستقبلات هو بيتا 1 جزائي بيتا 2 ولكن المسيطر الدوميننت هو بيتا 1 على القصبات المستقبل المسيطر الأدري نيرجي هو بيتا 2 وهكذا هذا اسمه التمايز والتخصص في التوزع ونعني فيه مثل ما قالت أنه مستقبل واحد من هالمستقبلات الأربعة يسيطر على عضو معين من الأعضاء المستهدفة بالتعصيب الودي وهذا الشيء لنشوفه بالقسم الثاني من المحاضرة والله يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر